كريم هو حكاية إمام عشور وإمام عشور عنده مشكلة فعلا وإمام عشور عنده أزمة فعلا في ناس كتبوا النهاردة مضمون كلام في الآتي إمام عشور بعد وجود مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك بدأ يعمل أزمات في الأهلي لعله وعسى يرجع نادي الزمالك بالزمة ده كلام يخش العقل أولا إمام عشور مرتبط بتعاقد مع النادي الآلي إمام عشور الآلي اشتلاه برقم كبير يفوق 3 مليون دولار إمام عشور أكيد مش عايز يبوز مسيرة أو يعرقلها إمام عشور لاعب محترف إمام عشور لاعب كبير ومن أفضل لاعب الوسط في مصر فلا إمام عشور فكر كده ولا ده الزمالك فكر كده ولا الأهلي فاكر إن إمام عشور بيفكر كده الحكاية إيه ببساطة الحكاية إن مارس الكولر على هديك الخلاصة مارس الكولر ما بيحبش اللعيبة خالص اللي بتزمزق شوفت أنا قلتها لك بالبلد يوم يعني لو أنا خدت قرار معاك قلتها لك هتلعب مش هتلعب قدتني كده إيه وش زعل أنت أنا أفلت منك مش هتلعب معايا ده حصل الموسم الماضي مع إيمان أشرف حصل الموسم الماضي مع برونو سابيو تحديداً يعني بقولك الإسمين أهو اللي هيتدايق مش هيكمل معايا فأمام حد يعمل اللقطة دي مع مارس الكولر من الآخر كده بيجربوا وأنا جاي بقى أنا جاي نجم أنا أمام عشور وصفقة جماهرية ولعيب كبير وهو وهو فهشوفها مارس الكولر هيا فعمل معايا حاجة وهلأ فالراجل قال له لأ ريح مش هتيجي معايا عندك مطش ممس مش هتلعب تمام تمام هاي اللي عامله إمام عشور ده معناه أنه العلاقة بينه وبين مارس الكولر اتقفرت لأبد لأ هلأ علاقته مع النادي الأهلي فيها مشكلة لأ أنا بديك بقى المعلومات اللي من جوا طيب إيه اللي هيحصل للأيام اللي جاية كانت تخيل بيهم دور الكرة في النادي الأهلي هيعد مع إمام عشور وهيقعدوا مع مارس الكولر وهيحاول ينهي الأمور دي اللي هي بين قصين بسيطة تاني هاو بسيطة عشان الناس كبرتها وخليك فاكر كميتر بقولك عليهم دول غالبا إمام عشور هيبقى موجود في مباراة سانداونز القادمة هو جاهز طبيا وجاهز بدنيا أنه يلعب الحكاية فين دلوقتي الحكاية الحكاية عند مارس الكولر هل هيسامح إمام عشور ويخليل على المباراة اللي جاية ولا يأجل المسامحة دي لما بعد كده أتصور أنه الدنيا هتتلام خلال 24 ساعة وإمام عشور هيبقى عادي في التدريبات بيشتغل وهيبقى موجود في المباراة في القائمة وبكرة القائمة هتعلن فهتلاقي إمام عشور فيها أخليك فاكر أنا بقولك أهو مبدئيا بنسبة كبيرة جدا إمام عشور في قائمة مباراة سانداونز بس هو غلط أغلط كرة يتدايق منه قط دايق منه هيخلص الموضوع ده هيخلص الموضوع ده هتقولي طب أنت بتحاول تخليك كلام نطيف ليه عشان الآله يعني عنده مواجعة صعبة هقولك مش شغلي دايما مش من الناس دي دايما عارف يقولك إيه يا عم ما تتكلمش على هذه اللقات عشان عندهم مباراة صعبة ما تتكلمش عن الزماج اللقات عشان عندهم مباراة صعبة لا هم يقفلوا الباب على نفسهم ويشتغلوا ويتعبوا ويكتهدوا ويهدوا الدنيا احنا شغلنا في الإعلام للخبر اللي عندنا والموامل اللي عندنا نقول لحضرتك بس لازم نحطها في حجمها الطبيعي حجمها الطبيعي إن هي مش مشكلة كبيرة زعل وقمس شوية وبيخلص وغالبا بكرة هتسمع أو هتقرأ خبر إن إمام عشور في قائمة مباراة ساندونز دي الحكاية